السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم شاهد الحدث وإليكم التفاصيل أخبار أصوذ الأطلسي هذا اليوم حقق المنتخب المغربي المحلي فوزا كبيرا على حساب ناضره الغيني بخماسية نظيفة في لقاء ودي جمع المنتخبين على أرضية الملعب الباشير بالمحمدية ضمن إسيادة أصوذ الأطلس لكأس إفريقيا المحليين وسجل المنتخب المغربي ثلاثية خلال أطوار الشوط الأول عبر كل من ناسيم الشدي والحسين الرحيمي وأيوب مولوعة قبل أن يضف هدفين في الشوط الثاني عبر أبناء نادي جيش الملكي أيت أورخان والبشقالي ونجح الطريق سكيتوي في أول اختبار له ورفقة المنتخب المحلي في تحقيق فوزا كبير على المنتخب غينيا في انتظار إجراء مباراة ودية ثانية أمام نفس المنتخب يوم الثلاثة القادمة المحمدية اشتركوا في القناة